طيب جيمي انت كنت قتلي على لقطة حلوة قوي حصلت في المونديالة حاجة تقنية حلوة انا شفتها بصراحة قبل ما اخش على الهوى بس هي فوق الخيال بشويتين ثلاثة حاجات كتير حلوة حصلت في المونديالة كريمة لكن لأول مرة بتستخدم ويمكن لأول مرة تعرض الناس اللي شافوها اللي حضروا المباريات من الملعب بس سيميوليشن تكنولوجي او تقنية المحاكاة بتتعامل لأول مرة في ملاعب كرات القدم ايه بقى بتحكي ايه بقى القصة دي نحكيها وبعدين نوري الناس الصور العظيمة جدا انا دلوقتي ده معايا تليفون التليفون بتمسك التليفون وبتوجهه على الكورت على الملعب الملعب التليفون الابليكيشن البطولة عاملاه للمونديال بيتعرف على الارضية وبتعرف على اللعيبة لوحده وبيحول كل ده لمجموعة من الديتا لمجموعة من البيانات تعرض لك اشكال اللاعبين وتعرض لك ارقام المباراة وهي شغالة احصائيات وهو اللي بيتعرف ده ملعب ايه ومين بيلعب مين وكل الارقام الخاصة بالمباراة وإحصائياته المباراة سانية بسانية مش ديها بديها سانية بسانية وكمان بيديك اوبشن انك تختار عايز تشوف ايه عايز تشوف انهي سيطرة خلينا نبتل دا بس اعافها بالناس تحاج بتفتح الكاميرا بتاعت الموبايل بس من الابليكيشن اللي بيطوله عاملها وتوجيه على الملعب يس ماشي دا اللي بيحصل بعد ما تفتح الملعب دا الملعب بيبتدي يتعرف عليه دي اول لا هاتل الصورة اللي بعدي السورة اللي بعدي على طول هنا دخل في مرحلة التعرف ابتدى يشوف يتعرف هو بتدى يشوف ايه ده ايه الملعب ده انت بتدروش اي انفو بتدروش اي ديتر بتدروش اي حاجة هو بيشوف ده ملعب ايه يتعرف ده مين بيلعب مين وبعدين الارقام هاتل الصورة اللي بعديها هنا العظمة بقى الكريم لا ما تهزرش هنا العظمة هو مش بيدخل معندوش داتها انتري هو نقل اللعيبة اللي في الملعب بوقفتهم حطهم لك لو تلاحس حتى اللعيبة اللي محتوطين على الصورة ميلين شوية لان الموبايل نفسه ميل اللعيبة ميلين هو كأنك انت اللعيبة دي جبتهم حطتهم جوة التلفون هي دي المحاكاة هي دي المحاكاة نقل لك اللعيبة اللي في الملعب بكل اللعيب في البوزيشن لو اللعيب ميل في الملعب هيتلع لك ميل هنا اللي بعده هنا يجيب لك شكل الفريق التحركات مين اللعيب واقف في البوزيشن بتاعه ومين اللعيب مش واقف في البوزيشن بتاعه يعني لو ظهير ايمن رحل ودخل بقى سنتر باك يجيب لك من ضمن المجموعة اللي هي اوتو بوزيشن لو هو وقف في مكانه صح والهجمة مع فرقته وهو طالع بالكرة بالشكل ده يقول لك انه هو ام بوزيشن انا مش مصدق نفسي لسه 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 الحاجة كتير عظيمة كمل بصة كريم انت وانت بتتفرج وفتح الموبايل كده ما بتطلبش منه حاجة هو جايب لك ده يقول لك الهجمات طلعت منين يعني لو الكرة النهاردة في مباراة المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي والمنتخب المغربي لما يكون المنتخب المغربي طالع بالكرة تلع كم مرة من ناحية اليمين تلع كم مرة بيقسم خمس خطوط طول تلع كم مرة من الناحية الشمال بنسبة قد ايه من عدد هجمات المنتخب المغربي على سبيل المثال ومن انهي اتجاه وشكلت خطورة الالوان دي لها معنى حتى الالوان دي لها معنى الابيض دي هجمات مشكلتش خطورة الأخضر دي هجمات اتقفل ببدري أو اتعمل لها فلوك والأحمر طبعا والأكثر خطورة والأكثر كسافة في عدد الهجمات السلام يا سلام هنا يجيب لك ويقسم لك أنهي مجموعة من اللاعبين بتشترك في الهجمات وأنهي مجموعة من اللاعبين لا تشترك ويقس لك المسافة ما بين خط الدفاع بتاعك وخط الهجوم من غير أي تدخل ده محاكة أنت بتختار بس عايز تشوف إيه إنما كل حاجة بتحصل أوتوماتيك اللي بعده هنا يقول لك كل حاجة بتزر أوتوماتيك اللاعب اللي خرج اللاعب اللي نزل خرج في الديئة كام لعب قد إيه جري قد إيه اللاعب ده كانت معظم تحركاته الحاجات اللي احنا بلوقع نشتغل عشان نطلعها بعد المباراة بلوقع نطلعها من هنا ومن هنا عشان نقدر نطلع الكلام ده ده بيطلع كل أوتوماتيك من خلال السيميوليشن سيستم اللي معمول يجيب لك اللاعب ده بصة كم كورة صحيحة كم كورة خطيئة اللاعب ده جري قد إيه كل حاجة على اللاعب مجرد إنك بدوس على اللاعب بس إمتى والمباراة شغالة والرقم ده بيحصل له أبديت أوتوماتيك لي من غير ما أنت تعمل أي حاجة لو جيت دوست دلوقتي على فران تورس مثلا اللي معنا في السكرين يجيب لك مثلا وجري سبعة كيلو لو جيت بسيت بعد سبعة تامن دقائق هتلاقي الرقم ده تغير أوتوماتيك لي في نفس الثاني اللي بعدية ما بيهنكش؟ لا ما بيهنكش؟ دي الهيت ماب أنت دوست على الهيت ماب عايش تشوف اللاعبة دي كانت موجودة فين؟ معظم التحركات بتاعت اللاعبة كانت موجودة فين؟ بص حتى التقنية نفسها بتاعت التنفيذ اللي موجودة على الصورة يا كريم عظيمة جدا واضحة جدا أي حد يقدر يفهم هو إيه اللي بيحصل أن أنت كمان خلي بالك أنت لم تيجي تتكلم هنا هو حتطلق كل حاجة مميز التحرك كم منين التحركات اللي كان فيها كثافة عددية كتفين تقسيم الخطوط بتاع الملعب التقنية نفسها حاجة بالنسبالي مهما كنت أتخيل كده من خمس ست سنين اللي ممكن أشوف في يوم من الأيام محاكال الواقع اللي بيحصل دون أي تدخل دون أي طلب حاجة عايش متخيل كده مبارح مش من خمس ست سنين مجدفش عليك يا المرده متفاجئ عايش حاجات أول مرده أتخيلها أصلا آه يا كريم بيجيبلك انو في اتجاه الكرة في اتجاه الكرة كم لعب موجود في.. يعني الكرة لسه فوسط الملعب وانت فاتحا الـ اللي عندي اللعيب كم لعيب يقدر يتحرك عشان ياخد الكرة دي كم لعيب تحت الكرة كم لعيب فيitectر الكرة كم لعيب حولين الكرة في إطار الملعب بشكل أنا الذي سência أنا مابسوط جدا أنا شوف نعم حاجة زي دي بتطبك في بطولة عالم بتقام في دولة عربية بالنسبة لي واحدة من أعظم الحاجات اللي اتعاملت في مونديال كطر عشرين اتنين وعشرين السيميوليشن تكنولوجي دي لأول مرة لأول مرة تحصل وظن أنها لأول مرة تتعرض يعني فأنا مبسوط جدا أن الناس كمان اتفرجت على ده أنه في حاجة اسمها كده لأنه في ناس كتير أنا منهم بالمناسبة أعرف أنه كان في محاولات من فترة أنه يتعمل حاجة قريبة من ده لكن أنه ده تعمل فعلا مقبلة إن شاء الله يعني الفار هيطبق في كاس مصر مش هرد مش هرد وكان هيتلعب من غير الفار بس خلال اتحاد الكرة على إنه رحيبة في فار في كاس مصر والله أتمنى أتمنى في عشر سوايا الكريم أنا عارف أن الوقت بيجري منك أتمنى مسؤولين في اتحاد الكرة يشوفوا الحاجات دي صح يشوفوا الحاجات دي عشان نعرف حنا فيه عشان ما يبقى شقا أقصد نحنا أن الفار يطبق في مباريات كاس مصر يا رب خلاص خادوا أبروفلز واكتمعوا أنهم يطبقوا تقنية الوقت الإضافي الدقيق أو الوقت بدل الضاعي الدقيق